ويمكن ناس كتير كانت سمعت وشافت صور وحاجات على السوشيال ميديا متعلقة بالمركز التجاري الشهير اللي على مدخل الأسكندرية وزارة الداخلية الحقيقة أصدرت بيان واضح جداً وبمنتهى السرعة بشأن هذا الحريق في أحد المراكز التجارية بمحافظة الأسكندرية البيان ناس كالآتي تمكنت قوات الحماية المدنية بتاريخ اليوم 20 أغسطس من السيطرة على حريق نشبة بأحد المراكز التجارية الكبرى بالأسكندرية وإخماده طيب الفحص أصفر عن إيه نرجع لبيان الداخلية الفحص بيقول أنه تبين أن الحريق نشبة بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج وامتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات وتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أولاً الحمد لله والشكر الله أنه ما فيش خسار في الأرواح الحمد لله والشكر الله بالتأكيد الناس العرضين اللي جواه ممكن يبقى في بعضهم يعني عنده شوية خسار وما إلى ذلك وإنه دي حاجة أكيد بيبقوا يشتغلوا عليها مع شركات التأمين فلا داعي أرجوكم أرجوكم لا داعي للت والعجن في اللي إحنا مش عارفينه أنا بقول لك أنا واحد من الناس كنت معدي قدام المكان يعني شفته وطالع منه الدخان فاتت ما فاتتش خدت قرار أن أنا أدلي بدلوي فيما لا أعلم ولا أعرف إطلاق لأنه شايفه أنه عربيات الشرطة موجودة عربيات أطفاء الحريق إلخ 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 كويس؟ اللي اجتهاد فيما لا تعلم يؤدي إلى عواقب صدقني وخيمة جدا خلونا نبطل الداء اللي فينا دا كل واحد فينا عاوز ياخد اللقطة يلا بينا نحط أي صورة ونقول أه بق واكتب على فيسبوك الحق الحريقة حصلت مش عارف إيه وعلى فكرة دا بيقوله كذا وأنا لما سألت هو لا شاف ولا عرف ولا سأل واخد الصورة من واحد صاحبه يعني حاجة بتبقى صعبة قوي واحدة واحدة على نفسوك عشان دي مصلحتك ترجمة نانسي قنقر